موسيقى لو انت من مخالف البناء فيه ثلاث قرارات جديدة من وزارة الاسكان لازم تعرفها قبل تنفذها المهندسة النفيسة هاشم رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء ووكيل اول وزارة الاسكان اصدرت عدة توجيهات للمحافظات ومديريات الاسكان بتتعلق بقبول طلبات التصالح في الريف التوجيهات دي تضمنت ثلاث حاجات مهمة لازم تعرفوها اول حاجة بالنسبة لطلب الاحتداد بالمستندات اللي بيقدمها سكان الريف في ملف التصالح على مخالفات البناء في نطاق القرى وقبول التصالح على جميع الطلبات في هذا الشأن فالوزارة قررت ان الموافقات دي لا تسري على مخالفات البناء القائمة على املاك الدولة والهيئات التابعة لها تاني حاجة الوزارة اشترطت ان المتقدمين بملفات التصالح لازم يمدوا على اقرار بيتضمن التعهد بصحة البيانات اللي بيقدموها في ملف التصالح وكمان ان الدولة من حقها خلال ثلاث سنين من تقديم الملف تاخد الاجراءات القانونية لو اتضح ان البيانات المقدمة غير صحيحة او غير مطابقة لما هو موضح في الملف تالت حاجة مهمة لازم تعرفوها ان اي حد بيقدم الملف الخاص بالتصالح وبيدفع قيمة التصالح بياخد نموذج عشرة بعد سادات كامل قيمة التصالح ومن فترة مجلس الوزراء وافق على قبول جميع الطلبات اللي بيقدمها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف وكمان وافق على قيمة المخالفة وده وفقا للبيانات اللي متقدم بيها صاحب المخالفة وده طبعا يعني بهدف التيسير على المواطنين من سكان الريف وعلشان كمان بيتم استكمال توصيل المرافق لهم وطبعا ده في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري نص القرار كمان بيوضح ان الموافقة دي لا تسري على المخالفات على اراضي املاك الدولة وكمان لازم المخالف بيوقع على اقرار بيفيد بانه لو ثبت اختلاف بين المستندات المقدمة للجهات المختصة وبين الحقيقة على ارض الواقع تبقى للمعينات فانه من حق الاجهزة الحكومية خلال ثلاث سنوات اتخاذ الاجراءات القانونية اما رسوم التصالح في مخالفات البناء فالمتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد قال ان رسوم التصالح في مخالفات البناء في المدن بتختلف عن رسوم المخالفات في القرى وبتختلف كمان عن رسوم التصالح في المدن الجديدة وعواصم المحافظات وقال ان مبلغ التصالح بيختلف حسب نوع المخالفة وبرده هيكون مختلف من المدن للقرى وان رسم التصالح في المخالفات في المدن بيكون حوالي اربع اضعاف رسوم التصالح في المخالفات بالقرى الحكومة اوضحت كمان ان قيمة التصالح على المخالفات البناء في المدن بيكون 160 الف جنيه واربعين الف جنيه في القرى وانتين وخمسين الف جنيه في المدن الجديدة وعواصم المحافظات اشتركوا في القرى